موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمنسلين قال تعالى في الآية الخامسة والثمانين من صورة المائدة فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين في هذه الآية إشارة إلى مصير أولئك الذين أظهروا المودة للمؤمنين وخضعوا لآيات الله وأظهروا إيمانهم بكل شجاعة وصراحة فكانت الاستجابة لهذه الإبتهالات الروحية كانت ثواباً بما قالوا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين جزاء المحسنين الذين أحسنوا القول والعمل فشهادة الله لهذه الفئة من النصارى بالإحسان وجزاؤها بالجنان دليل قاطع على إسلامها وأنها هي وحدها المقصودة بوصف الإحسان والثواب عليه هذا جزاء الذين سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله فآمنوا به وقالوا ما قالوا مما يشهد بصفاء نفوسهم أما الذين سمعوا فأعرضوا وجحدوا فقد بيّن سبحانه مصيره مستيء بقوله في الآية السادسة والثمانين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وتسأل أن قوله والذين كفروا وكذبوا إلى آخره يشمل كل من كفر وكذب فما هو وجه التخصيص بالنصارى؟ الجواب إن سياق الكلام يدل على أن الله سبحانه بعد أن وعد من آمن من النصارى بالجنة توعد من أصر على القفر منهم بالنار وأطلق اللفظ ليشمل التهديد كل من خالف الحق وعانده وهذا لا يتنافى مع ما قلناه فهذه الآيات صريحة في أن المقصود منها فئة خاصة من النصارى وهم الذين عرفوا الحق وأن الله سبحانه قد أدخلهم الجنة بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم مضافا إلى أن الله سبحانه ذكر في العديد من آياته أن النصارى جعلوا لله شركاء وكتموا اسم محمد صلى الله عليه وآله كتموه عن علم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله ثم نهى جلا ثناؤه عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وإذا عطفنا هذه الآية وما إليها على قوله ولتجدن أقربهم مودة يكون المعنى أن النصارى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كما أن أهل التفاسير قالوا أن الآيات التي نحن بصددها نزلت في النجاشي النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانياً لأن النبي صلى الله عليه وآله لما رأى ما حل بأصحابه من أذى المشركين في بدء الدعوة أمرهم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم إن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد فذهبوا إليه وكان من بينهم جعفر بن أبي طالب فوجدوا عند النجاش الأمان وحسن الجوار وقد تواترت الأخبار أن النجاشية وبطانته من رجال الدين والدنيا أسلموا على يد جعفر بن أبي طالب بعد أن تلى عليهم آيات من الذكر الحكيم وذكر محاسن الإسلام وأن أعينهم فاضت من الدمع عندما سمعوا آيات الله ثم وجه سبحانه نداء إلى المؤمنين نهاهم عن تحريم الطيبات التي أحلها لهم وأمرهم أن يتمتعوا بما رزقهم من رزق طيب حلال فقال تعالى في الآية السابعة والثمانين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في هذه الآية والآيات التالية لها مجموعة من الأحكام الإسلامية المهمة بعضها يشرع لأول مرة وبعض آخر جاء توكيدا وتوضيحا لأحكام سابقة وردت في آيات أخرى من القرآن لأن هذه الصورة نزلت في أواخر عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فكان لابد من التأكيد فيها على أحكام إسلامية مختلفة بداية في هذه الآية إشارة إلى قيام بعض المسلمين بتحريم بعض النعم الإلهية فنهاهم الله عن ذلك قائلة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قالوا إن هذه الآية نزلت في قوم من الصحابة غلب عليهم الخوف من الله فحرموا على أنفسهم النساء وطيبات الطعام واللباس وانقطعوا إلى قيام الليل وصيام النهار فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتلا عليهم الآية وقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني جاء الرسول صلى الله عليه وآله في كلامه هذا ليصحح النظرة وليوضح الفكرة من القاعدة بأن الدنيا ليست الآخرة وأن الإنسان ليس ملاكة وأن الإسلام دين للحياة بأسمى معالمها وأقدس قيمها ومثلها ودين للإنسان بأجل مظاهر إنسانيته وأكمل مراتبها وذلك من خلال خطة ترسم للواقع ملامحه على صورة الرسالة فالإنسان بشر يعيش في الدنيا وللبشرية حاجاتها وللدنيا وسائلها فلابد من أن ينام الجسد لتكون اليقظة حية فاعلة ولابد من أن يأكل ويشرب ويلبس ويستمتع لتستمر الحياة من خلال مقوماتها الضرورية وغير الضرورية والإنسان بعد ذلك بشر في روح الرسالة فلابد له من أن يعيش الصلاة والصوم والحج والجهاد والابتهال إلى الله لكن بالوسائل التي لا تجعل الآخرة تتنكر للدنيا ولا تجعل الملاكة يبتعد عن آفاق البشر ثم لتوكيد هذا الأمر تنهى الآية عن تجاوز الحدود لأن الله لا يحب الذين يفعلون ذلك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يشعر بأن تحريم الحلال تماما كتحليل الحرام كل منهما ظلم واعتداء وبعد أنها سبحانه عن تحريم الطيبات أمر بتناولها والتمتع بها فقال تعالى في الآية الثامنة والثمانين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ في الآية السابقة كان فيها نهي عن التحريم وفي هذه الآية أمر بالانتفاع المشروع من الهبات الإلهية فيقول وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا أي أن هذه الطيبات هي من الحلال الطيب الذي رزقه الله للناس وبالتالي ليس هناك من مشكلة في تناولها لأن الله الذي رزقهم إياها جعلها رزقاً حلالاً طيباً والله لا يرزق الإنسان شيئاً ليمنعه عنه إلا في الحدود التي تدخل في تفاصيل الفعل والممارسة والشرط الوحيد لذلك هو الاعتدال والطقوى عند التمتع بتلك النعم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي أن إيمانكم بالله يوجب عليكم احترام أوامره في التمتع وفي الاعتدال والطقوى هناك احتمال آخر في تفسير هذه الآية وهو أن الأمر بالطقوى يعني إن تحريم المباحات والطيبات لا يأتلف مع درجات الطقوى المتكاملة الرفيعة فالطقوى تستلزم أن لا يتجاوز الإنسان حد الاعتدال من جميع الجهاد فإن الإيمان بالله يجعل المؤمنة يعيش الحضور الدائمة مع الله والإحساس العميق بوجوده ما يدفعه إلى مراقبته التي تقوده إلى الطقوى في جميع الأمور إذ لا معنى للإيمان دون الالتزام والمراقبة الدائمة وذلك هو الخط الذي يدعو القرآن الكريم يدعو الناس إلى السير عليه في كل موقف من مواقف التشريع وفي كل موقع من مواقع الحياة ليكون ذلك هو الأساس الذي يحقق الاندباط المستمرة المرتكز على قاعدة الإيمان والإسلام والخلاصة إن هذه الآية والآية السابقة تنهيان المؤمنين عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم وتأمرانهم بالتمتع بها بدون إسراف أو تقطير مع خشيتهم لله تعالى وشكره على ما وهبهم من نعم وذلك لأن ترك هذه الطيبات يؤدي إلى ضعف العقول والأجسام والإسلام يريد من أتباعه أن يكونوا أقوياء في عقولهم وفي أجسامهم وفي سائر شؤونهم لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما جاء في الحديث الشريف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة